موبايلات الفعل اتصادية بلا شك فيه موبايلات فيها كتير كويسة زي السامسونج اربعة وعشرين مثلا الريل مئليفن الريل ميتين الريل مئليفن فور جي يركز معي لان الفايف جي ده ما يسواش تماما بس فيه موبايل بقى انا نستني الموبايل ده حرفيا وانا بنفسي كده هه هديله افضل موبايل اقتصادي في الفعل متوسطة لسنة عشر اكتاة وعشرين بس قبل ما اوليك الموبايل ده هو ايه بقى تساشي لايكك سبسكرايبك واتفعل الجراش اللي وصل لك من دايما كل جديد خلينا بقى دلوقتي نخش بتفاصيل الفيديو مع هذا الموبايل اللي انا من رأيي انه احسن موبايل اتعمل لحد الان في الفعل الاقتصادية اهل وسهلا بكم انا محمد ودي قراطة والموبايل ده هو الموبايل ده انا حاولت ان ادور على ايه لينكاتها وعلى اي حاجة عشان اجيبه لك انها بيتباع في مصر ولكن للاسف الموبايل اللي انها قليل جدا 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 في السوق المصري ولكن متاح بكسرة في المنطقة العربية تلاقيه في السعودية هتلاقيه في الامارات بص بغرق الدنيا لكن في مصر مش حال في ليه الموبايلات المهمة دي او الموبايلات اللي بتقدم كلمة عالية دي الناس بتستخسر او التجار بيستخسروا فينا ان هم يجيبوننا الموبايل دي بيبكز معايا لان الموبايل ده فعلا هو احسن حرفيا موبايل اقتصادي شمل كل حاجة جوا وسعره زي ما قلت لك بيتكلم في سعره العالمي اللي هو انا بجلوه بل كده ستلاف ومتين جنيه يعني هو المفروض لو اجا مصر ايه بقى سبعة تلاف جنيه اراي انه يكتسح لحد تابن تسعة تلاف جنيه لان فعلا الموبايل بيقدم قيمة رايبة جدا وخلاني ادى بلوطة التصميم الموبايل تصميمه فخم فخم بمعنى كلمة فخم مفيش حاجة اسمها هنا يا باشا بولي كربوناية انسى الكلام ده بقى نوسخ من الجلد ونوسخ من الازاز ولان اتنين افهم ما يكون ولكن انا اعجبني تصميم الجلد عندك الكاميرات موجودة في شكل مربحي كده في الظهر كل منزير وكده موجودة تحت في اخر الظهر الكاميرات شكلها اشيك الفرين معدني دهبي كده مطعم والكاميرات مطعمة بالدهبي الموبايل ده في لقطة التصميم لقطة ومن اول السطر افضل تصميم لسنة عشرين تلاتة وعشرين كان موبايل اقتصادي بس خلاص كده خلاصنا ما فيش شركة تانية عملت التصميم ده في الفل الاقتصادية انسى يا باشا طب سبك بقى دلوقتي من التصميم وتعالى نتكلم في الشاشة لان فعلا الشاشة مو ميزة جدا 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 مبدأين تحجم الشاشة هي مناسبة جدا ممتازة اول حجم الطبيعي ستة وسبعة من عشرة انش الشاشة امو ليد مية وعشرين هرتز مش بس كده الشاشة الكيرو من الشاشات اللي تشوفها تقول الموبايل ده غالي ما فيش زارة الشاشة كمان هنا فول ايتش دي بلس وبتيجي مع الهول بانش كاميرا موجودة في النص كده صغيرة وحفة سفلية ما فيش كده الحفة دي مش هتشوفها غير في الفئة المتوسطة عمرك ما هتشوفها في الفئة الاقتصادية مش بس كده انت بتاخد كمان شاشة سطوعها بيوصل لتسعمية وخمسين نتس انا عايز اقول لك ان ريلمي اللي هو في الفئة المتوسطة من ريلمي بيتكلم في تمنمية وخمسين نتس تحيل بقى ان موبايل زي ده في الفئة الاقتصادية وبيقدم لها تسعمية وخمسين نتس مع اموليد مع كيرو يعني انت ماسك شاشة قرب بشاشة الريلمي ولكن بسطوع اعلى كمان صفقة قوية 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 بالنسبة للحد دلوقتي للتصويم والشاشة. دعو اتقل بقى لنقطة الاداء. مبدئين كده الموبايل بيجيب معالج عادي جدا. في الفئة الاقتصادية هتلاقي الموجود. يعني الموبايل لوصلت بسبعة تمانية في مصر. هتلاقي المعالج ده في اداء عادي. وهو الميديا تيك هيلو جي تسعة وتسعين. معالج جدا مع سوفت وير انفينيكس. اللي مؤخرا بقيت واجهة مستقرة جدا ما فاش اي مشاكل. مشكلتها بالنسبة لي شكلها مش قلطة في حاجة والاعلانات اللي فيها. لكن غير كده السوفت وير مستقر شغال بكفاء ما فاش اي مشكلة ومعاك تمانية جيجا بايت رام متين ستة وخمسين جيجا زاكرة تخزانية. وتقدر كمان تزود لحد تمانية جيجا بايت رام من الزاكرة التخزانية. بس اخد بالك بقى انا حابب اتكلم في النقطة دي. تقنية الران بلاس او الران تيربو او زي ما الشركات بتسميها اللي هو اخد جزء من الزاكرة التخزانية اضيف الحجم الران. مش بيدي لك السرعة اللي انت متخيلها لان الزاكرة التخزانية بتكون من نوع اضعف من نوع الرام. يعني بتلاقي الموبايلات جاية برام دي دي ار فايف. والزاكرة مسلا بيكون مسلا. المساحة اللي بتتخذ من الزاكرة التخزانية ما بتكونش في كفاءة المساحة بتاعة الرام الفعلية. فالموبايل ما بيكونش زي ما انت متخيل ان هو مسلا 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 تمانية جيجا بايت رام وتزود له اتناشر ميجا بايت من الزاكرة التخزانية فهيبقى عشرين جيجا بايت رام. لو انا جبته موبايل بعشرين جيجا بايت رام فعلي. هيبقى اكيد اسرع واحسن منه بمراحل. لان تقنيات الرام مش اللي انتو متخيلينها. يعني هي بتزود ولكن مش بالشكل اللي انتو متصورينه. بس فكرة برضو قويسة. من ضمن الحاجات اللي انا ممكن اخدها على الموبايل انه ما بدعمش كارة الموماري. بس اصدر متين ستة وخمسين جيجا ما اعتقدش ان انت محتاج كارة المومار للمساحة التخزانية دي. بالنسبة للاداء انا شايفه موبايل فقى اقتصادية عادي جدا ما فيش اي مشكلة. اقوى معالج في فقى اقتصادية دلوقتي فالموبايل لحد الان متصدر. افضل تصميم. افضل شاشة بلا منازع مع اعلى ممكن تاخده كمعالج في الفئة الاقتصادية واعلى لمية لحجم الرام والزاكرات التخزينية فالموبايل لحد دلوقتي مقفل كل حاجة. ما يجي بقى لاضعف نقطة دايما بتواجهها في انفينيكسية نقطة الكاميرات. الموبايل بيجيب تلات كاميرات هم كاميرا واحدة فعليا. اللي هي من الاخر كده الاساسية المية وتمانية والكاميرتين التانيين وحدة للعزل وحدة للمكرو مش مشكلتنا تماما. والموبايل بيصور فيديوهات هنا اعلى شوية من الف وتمانين بيصور فيديوهات 2K. مش 4K انا ما فيش موبايل اصلا بيصور 2K كل الموبايلات هنا اخيرة الف وتمانين لدى ال full HD. انا بالنسبة لي انفينيكس في تجربت الكاميرات مش من ضمن الشركات القوية المنافسة ولكن حابب اقول لك ان الموبايل ده فعلا بقدم تجربة كاميرات كويسة جدا بالنسبة لكاميرا الاساسية والكاميرا الامامية. فعلا يصنف من افضل الموبايلات اللي بتقدم كاميرات في الفقال الاقتصادية وده اول مرة تحصل من شركة وكتصور فيديو هو احسن من كل المنافسين الحقيقة وده حاجة تحسب له جدا او تحسب لشركة جدا ان ده فعلا تطور يعتبر قوي جدا. انا حابب اقول لك كمان ان الموبايل ده بيصور فيديو بالنسبة للكاميرا الامامية. وانا ممكن اقول لك على موبايلات حرفيا باحداشر وباثناشر وبترتاشر الف جنيه ما بتصورش فيديوهات توكي حتى. بتصور فيديوهات فول اتش دي بالكاميرا الامامية. ده في موبايلات بعشرين الف جنيه بتصور فول اتش دي. فدي حاجة تحسب جدا لشركة انفينيكس. للاسف بس الموبايل ما فيوش مدخل ثلاثة ونص مني ولكن عندك الانفسية عندك سماعات ستيريو. كل مشتملات الموبايل موجودة. وكمان عندك بصمة ممتازة موجودة تحت الشاشة. وبصمة سريعة وممتازة ويعتمد عليها وده اول مرة بنشوفها حرفيا في الفئة الاقتصادية دي ما كانتش موجودة. فانت هنا بس بموبايل فئة متوسطة بساحر الموبايل فئة اقتصادية. اثر حاجة بقى بالنسبة البطارية وشحن السريع فالموبايل بيقدم بطارية خمسة واربعين واط ودي تعتبر سرعة قويسة جدا برضو على فئة ستلاف او سمعة تلاف جنيه. تمت لو بصتت للموبايل ده من حس التصميم من حس الشاشة من حس الاداء من حس الكاميرات من حس كل حاجة لان الموبايل ده مسيطر على كل حاجة حرفيا ويستاهل الحقيقة ان ياخد لقب افضل موبايل فئة اقتصادية لسنة عشرين تلاتة وعشرين وفاجئني ان الاول مرة بتحصل ان الموبايل ينزل في اخر السنة ويكتسح كل الموبايلات اللي كانت موجودة انا ما كنتش مقتنع ولا متوقع ان في موبايل انزل في الفترة الجاية ممكن يشتل الموبايلات كلها اللي موجودة في الفئة دي. ويش شركة انفينيكس ما تنزلش موبايل زي ده في السوق المصري وتسعره حتى ان شاء الله بتامان تلاف جنيه. بقى ان الموبايل ده لو نزل في الفئة السعرية دي هيكون اغلقه شوية من سعره مرة بس هيقدر يسيطر عن فئة دي كلها ويعمل مبعات. اتمنى ان انفينيكس تستجيل وتنزل انفينيكس زيرو سير تي النسخة الفور جي بالتحديد هنا في السوق المصري لان فعلا ان الموبايل ده هيغير مفهوم السوق المصري عامة في موبايلات الفئة الاقتصادية تماما. وهيعمل كده في اجديد كده ما بين الفئة المتوسطة والفئة الاقتصادية وايزوه بكل الشركات على انها تطور في الفئة الاقتصادية وتقدم لنا حاجاتنا محترمة جدا. وبس كده ما تنساش لايكك سبسكرايبك الرئيك وتفعل لك درشاني وصلكم اللي دايما كل جديد. وكالعادة انتظر من الفيديو جديد. سلام.